الى الجنوب حيث الوجه الشبيه لكارثة الحقوق المسلوبة على يد الفساد المنظمة هنا في البصرة كحال بقية المحافظات في البلاد يخسر العراقي حياته بغياب الكهرباء ويموت عطشا بفقدان الماء في زمن متطور تعيش معظم بلدان العالم بأمن مائي فيما العراق أرض المياه الوفيرة تضيع مياهه في شبكة مهترئة بالفساد والترهل الإدارية إذن فإن الكارثة التي على صوت العراقيين وهم يطالبون بحق ارتواء من مائهم باتت كارثة تهدد حياتهم بموت مؤكد وما استشهاد النشطة المدنية والطبيب ريهم يعقوب إلا مثال شنيع على قتل الصوت المناشد والفاضح لسوء إدارة قيادات مؤتمنة على حقوق الشعب الماء والكهرباء معضلتان يذبحان الشعب العراقي على شكل موت بطيء وفي زمن متقدم يعيش فيه العراقيون على البدائيات بشبكات الإسالة المهترئة والمتآكلة وما هي الأرقام تضرب أمال التغيير إلى عيش كريم وخدمات أساسية ترويض مع الأطفال والنساء في بيوت جف فيها الأمل النداء الأخير الذي في كل مرة يسمع صداها المواطنون عبر شعارات قد تترافق مع موجات رنانة من التسويق الشخصي لمناصب جلها لا تعمل لصالح الدولة والشعب 70% من الضائع من الماء والكهرباء رقم يشبه الفساد المالي في العراق وهذا أخطر ما يمكن وصفه في واقع يخرج المتظاهرون يوما تلويوم يطالبون بأدنى مقومات العيش في بلد أصبح فقيرا للماء والكهرباء وهو بالأصل بلد هذه الموارد الطبيعية ومصدر إنتاجه وفي قائمة الدول الأولى بامتلاك هذا الكنز الطبيعي الوفير لكن أين يذهب كل هذا؟ لطالما أن من لا يؤتمن على إدارة ناجحة هو الذي يضيع حق العباد فيرهق جهود الحكومة التي تحاول الخروج من ملف الأزمات التي تقتل البلاد